يدور سؤال كبير وهو سؤال يشغل ربما ملايين المسلمين حول العالم وهو كيف يمكن لهذه المجتمعات المسلمة التي تتعرض لكل أنواع الظلم والقهر والبطش كيف يمكن لهذه المجتمعات أن ينصالح حالها أن تتغير إلى الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الله وليه خالفين وأشهد أن نبينا وحبيبنا نحمد من درس ورسوله وتطير من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأم وكشف الله تعالى به الغمة اللهم صلوا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وسلم اللهم السليم الكثير أما بعد بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم الحقيقة يا إخواننا موضوع المجتمع المجتمع ليس مفصلة مع المجتمع المجتمع مجموعة أخر ومجموعة أخر إصلاح الأفراد وتربيتهم على أنهم أعضاء صالحين في الأمة مطالبين بالتغيير مصلحين لغيرهم ولذلك رب العباد رتب ترتيب عجيب جعل الفرد المصلح أمان لكل الأم وده جانب خطيرها أبدأ به الفرد الفرد المصلح وليس الصالح ليس الصالح بس في الحديث السابت قال صلى الله عليه وسلم أن الله بعث جبريل ليهلك أمة من من كانوا قبلكم فوجد فيهم عبدا صالحا فعدف قال يا ربي إن فيهم فلان صالحا قال به فابدأ العذاب لأنه رأى المنكر ولم يتغير رب العباد ينص في القرآن النص وجود مصلح واحد في الأمة صمام أملها وبقائها وعدم هلاكه ويعطاها أكبر فرصة للإصلاح وده جانب خطير جدا قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون مش صالحون يبقى المصلح اللي صالح في نفسه وسعى الإصلاحين يعني وجود المصلحين أمن من العذاب بلا عذاب بلا شك بل في القرآن نصا رب العباد يضرب لنا مثل بقرية وقرية هنا في هذه البلد قرية أنتاكي يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهم فأعززنا بالثلاث سورة يسين سورة يسين وتسمى قصة أصحاب يسين أو قرية أصحاب يسين قتل القوم الأنبياء الرسل الثلاث قتل واحد من الرسل تستحق الأم به الإبادة دول أتلوا ثلاثة قتلوا ثلاثة فهم يستحقوا الإبادة بالثلاثة ومع ذلك لم يعجل الرب بإبادة لسبب واحد آمن بهؤلاء الثلاثة واحد واحد فقط اسمه حبيب النجار ليس من أئلة القوم ولا من أغنياء القوم درجل من أواصط الناس وبسطائهم ويعيش في أطراف المدينة ولذا يقول عنه تعالى وجاء من أقصى المدينة لم يقل رجل بخلال سورة القصص قال جاء رجل من أقصى المدينة هنا قال وجاء من أقصى المدينة الرجل ليبين مكانه أول وأنه ليس من أهل التوندون ولا وسط البلد ولا علية القوم دا من فقراء النس وبسطائهم لذا قال وجاء من وبدأ بما حقه الصدارة قال وجاء من أقصى المدينة الرجل بخلاف قصة سيدني يوسف الذي قام به الرجل عمل لا يقوم به إلا الرجال كن يواجه فرعون وقومه وينقذ نبيه لها موسى قال وجاء رجل من أقصى المدينة الرجل قال موسى إن المال أتمر بك هذا الأمر لقوا عليه إلا الرجل لذا قدم الله صفة الرجل على المكان هنا قدم المكان على سورة القصص تقص سورة القصص نعم فهنا قالوا وجاء من أقصى المدينة الرجل بسعى قال يا قوم اتبع المرسلين بعد أن قتلوا الثلاثة اتبعوا من يسألكم أجرهم مهتدون وظل يدعوهم لآخر نفس أمسكوا به بعد ما قتل رجل الثلاثة وقطعوه وهو حي قطعوه عضو 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 وهو حي حتى فضت رجل ساعة أن فاضت رأى ما كانه في الجنة فدعا لهم قال عليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين رغم كل حصل عندها قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده لم يقل من بعده فيضمه للرشل لا يعني استمرت القرية بسببه هو وبقيت مصانة بوجود هذا المصلح واحد حتى بعد وفاته حتى لا أخراس بعد وفاته انتهت قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء فسمى المصلح من جند السماء من جند الله ودي بشرى لكل داعي وكل مصلح وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ومن كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خبر نصفت القرية بكل ما فيه يعني هو القرآن كان في صورة أمانها وجود واحد مصلح القرآن اعتبر هذا الشخص هو من جند السماء من جند السماء يعني مش من مقصود الملائكة لا هذا الشخص داعي المصلح عده من جند السماء وده وصف وبشرى لكل الدعاء وكل المصلحين في العالم إسلامي أنه من جند السماء ودي بشر كبير رجل فكيف أن الله عز وجل صان أمة بأكملها وجود مصلح واحد بل أهل مكة طاردوا رسول الله وحاربوا ويوم الحديب يصدوه عن المسل تحرار رسول الله ألف ربع صاحبهم مبشر بالجنة يمنعهم الدخول الحرام ويمنعهم نحر هديهم ثم كفر قريش تلت جرائم ارتكبوا واستحقوا به الإبادة ومع ذلك رب اللي معجل بإبادات السبب إيه القرآن نص عليه قال هم الذين كفروا يستحقوا به الإبادة بالكفر وصدوكم عن مسل تحرار يستحقوا به الإبادة الثانية والهدية معكوفة أن يبلغ محلة أي صدوكم عن الهدية معكوفة أن يبلغ محلة ثلاث جرائم كل جريم يستحقوا به الإبادة ومع ذلك ما أهلكم قل ولولا رجال مؤمنون فين؟ في مكة أسلام وكتمين إيمانهم لم تعلموهم أن تطأوهم ولولا رجال مؤمنون بس أن لا ونساء يعني ممكن امرأة مصلحة وحدة بسببها يرفع الله العظام من الأمة أيوة من هذه الآية أيوة رجل مصلح امرأة مصلحة له هذا الدور الرب يعطي لوجوده بقاء للأمة الفاجرة على أمل أن يكون هذا سبب إصلاحه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا يعني لو المؤمنين دول تزيلوا أخذوا جانب بس لعذبنا الذين كفروا منه عذبا إذن كان سبب عدم تعذيب قريش وجود المؤمنات اللي كاتبين إيمانهم فيهم اللي كاتب إيمانهم فيهم إذن ندرك هذا المعنى المجتمع يقوم على هذه النوعية الرب هيأ كل إنسان وكل أسرة لأن تحمل هم هذا الدين وهم هذا الإصلاح في المجتمع كله بهذه الرسالة ينصلح المجتمع 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 المجتمع